غرفة الإعلام نقشت وقعت التشابك بالأيدي بين الزملاء الإعلاميين أحمد شبير وأحمد الطيب في حلقة زاملنا وقل الإبراشي في دريم وقررت عدة قرارات أولا إحالة الوقعة للجنة تحقيق فنية قانونية برئاسة دكتور حسن عماد مكاوي عضو مجلس أعلى للصحافة وعميد كلية الإعلام الأسبق وعضوية زاملنا خالد ميري من خبط الصحفيين وياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي ودكتور سامي عبد العزيز ونجاد البرعي المحامي ومستشار الغرفة على أن تقدم اللجنة تقررها خلال سبع تيام وبحد أقصى وتبدأ من تاريخ اليوم ثانيا إيقاف الزملاء والإبراشي وضيفيها أحمد طيب وأحمد شبير عن الظهور في القنوات الفضائية أعضاء الغرفة لمدة أسبوع ولحين تقديم لجنة التحقيق لتقررها وتوصياتها أيهما أسبق ونشدت الغرفة الإعلامين والقناة الفضائية والمسؤولين عنها الالتزام بمدونة السلوك التي اعتمدتها الغرفة بما يحفظ الأداء الإعلامي ويحقق ويؤكد حق المشاهد في رسالة إعلامية إيجابية محترمة